اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية موضوع حلقة اليوم ان احنا هنكمل الجزء اللي بدأناه في الحلقة السابقة وهو اللي خاص بالتعديل الترددي وكنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على الرسم التخطيطي لجهاز ارسال الترددي اللي هو الاف ام واخدنا دايرة بسيطة للارسال بتاعة الاف ام النهاردة ان شاء الله باذن الله هنشرح الدايرة العملية لجهاز ارسال اف ام ولازم عشان اعرف الدايرة العملية لازم من اول اشوف الدايرة النظرية زي بالظبط كده الجهزة عندنا كلها لها كتالوجات كتالوجات نظرية عشان اعرف الدايرة بتاعتي القيم اللي على العناصر كل عنصر عليه القيمة بتاعته مكان العنصر فين بالظبط والعنصر دا شغال ايه مين اللي بقول لي كده اللي بقول لي كده الدايرة النظرية بنيجي بعد كده الدايرة العملية نحن نبتدي نحط العناصر ونبتدي نشغل الدايرة بتاعتنا بناء على القيم اللي موجودة في الدايرة النظرية القيم الموجودة في الدايرة النظرية. عشان كده اي دايرة عملي ما بنبدأش فيها الا لما نبص في الدايرة النظرية بتاعتنا. والدايرة النظرية بتاعتنا دايرة بسيطة جدا. مسهلة جدا انك تعملها. ودايما احنا بنجيب لكم من خلال شرح المنهج بنجيب لكم الدوائرة العملية البسيطة اللي انت او بنساعدك وبتبقى دوائرة سهلة وبنساعدك على انك تنفزها لوحدك. طيب تعال نشوف الدايرة النظرية دي. ونشوف الدارة العملي بتاع الدارة النظرية اللي احنا حنتكلم عليها. اللي خاصة بجهاز الارسال ال FM. نشوف الكلام ده. نشوف اه على الشاشة كده عندي الشرح العملي لدائرة ارسال تعمل بنزام تعديل التردد اللي هو ال FM. نشوف شكل الدايرة على الشاشة. ادي شكل الدايرة بتاعتي. لو بصيت كده هلاقي الدايلة بتاعتي هنا في عنصر اساسي فيها اللي هو الترانزوستر اللي هو تو ان تسعة وتلاتين زيرو اربعة او بي سي خمسمية سبعة واربعين يعني ده او ده وفيه هنا المايك والمايكروفون والترانزوستر اللي انحياس قاعدة عن طريق المقاومة اللي هي اربعة وسبعة من عشرة كيلو اوم وفيه عند هنا مكسف واحد نانو فراد وفيه عند مقاومة انحياس مشاع اللي هي تلتمية وتلاتين اوم وفيه عنده مكسف واصل بين المجمع وبين المشاع اللي قمته اربعة وسبعة من عشرة بي كو فراد وهنا عندي بقى دايلة رانين اللي بزبط عليها التردد او بزبط عن طريق التردد عن طريق مين عن طريق المكسف المتغير اللي هو قمته من عشرة او بغير فيه من عشرة الى اربعين بي كو فراد وطبعا الملف ده بي عبارة عن تمن لفات طيب تعال نشوف هنا فيه مكسف الاتونة وعشرين نانو وهنا عند البطارية التلاتة فولت تعال نشوف الدايلة بتاعتنا العملي الدايلة بتاعتنا بص خلي بالك داع معي دي الدايلة اللي احنا نفزها مع اضافة بعض حاجات البسيطة جدا قدي الماي اللي هو بصيت كده عناصر الاسسية عندي اللي هو الترنزوستور كيو واحد هو دي الاساس بتاعي وبعد كده عندي بيبقى فيه بعض العناصر التانية زي اللي احنا قلنا على المقاومة تاعت نحياز القاعدة والمايكروفون وفيه مكسف ربط ودي البطارية بتاعتي اللي هي التالتة فولت وخلي بالك بقى معايا هنا دايت رانين معايا هوائي خلي بالك معايا قدي الدايلة العملي بص بقى قدي دي الدايلة العملي بتاعتنا هناخدها عنصر عنصر ونطبقها على الدايلة النظر اللي هو زي ما احنا قلنا اهو وبعدين المقاومة بتاعت نحياز القاعدة اهي بشو لك عليها وبعدين او مكسف dude او ده. و مكسف ده او ده. اتنين مع بعض. هنا بيبقى في عند المكسف التاني اللي نقولها تعالي بتاع الداخل مع ماك اللي هو ده. طيب بعد كده عند الماك. و عند إمكانية ان نضيف ماك سابط اهو. و ممكن اضيف ماك خارجي كمان اهو. يعني في ماك سابط او ماك خليل. وده المقاومة اللي وصلة مع المشاع. اللي حاني دساه شايف دا. بنيجي بعد كده عند المكسف اللي وصل بين المشاع و بين المجمع وده جزء بتاع دائرة الرانين اللي هو عبارة عن مين خلي بقى عبارة عن الملف والمكسف المتغير ومتصلين بمين بالهوائي ودي اللي بقى عن طريقة بيتم بضبط الدائر على التردد اللي انا عايز ابعاته عن طريق مين تغيير في ساعة المكسف ده الجزء اللي هو اخص بدائرة الرانين قد المكسف المتغير وقادي الملف ووصدين مع الانتنة اللي هي الهوائية ليه دي طيب تعال نشوف بقى بنوصلهم ازاي قد التوصيلة بتاعتنا هي على مين على الهوائي بتاعنا يبقى ده الدائرة العملية بتاعة جهاز الارسال الاف ام وهنا بحط اطراف البطارية بتاعتي اللي هي التلاتة اه فولت طيب نشوف بقى الموضوع بتاعنا بقى الاساسي دماردة بالحلقة اللي هو موضوع من المايكروفونات خلي بقى بقى معايا موضوع المايكروفونات موضوع مهم جدا 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 لان بدون المايكروفون ما ينفعش يبقى فيه ارسال ازاعي نهائي يعني لو ما فيش مايك دلوقت الموجود هنا انت مش تسمع صور خالص المايكروفون ده بيبقى اول جزء في جهاز الارسال اول عنصر في جهاز الارسال هو المايكروفون في جهاز الارسال مين؟ الازاعي اما جهاز الارسال التليفزيوني بيبقى اول جزء فيه الكاميرا وفي نفس الوقت المايكروفون يبقى عرفنا في الارسال الازاعي اول جزء المايكروفون جهاز ارسال تليفزيوني بقى المايكروفون ومين؟ والكاميرا وهندرس الكلام ده بعد كدو تعال نشوف بقى المايكروفونات دي المايكروفونات في منها عدة انواع في منها عدة انواع دايما لما بنجي نشرح الحاجات اللي اخاصة بالمنهج منشرح لك الحاجات اللي اخاصة بالمنهج او داخل منهج وبنعرفك معرفة بسيطة بالحاجات التانية الحاجات التانية اللي هي موجودة في الحياة العملية يعني بنشرح لك مثلا أنواع الميكروفونات فيه اتنين أو تلاتة في المرهج احنا بنقول لك اللي موجود في الحياة العملية كمان موجودين اتنين تاني تاخد فكر عنه ليه برضو تاني بعيدها لأن انت هتخرج تشتغل بإيدك ما ينفعش تخرج تشتغل بإيدك في الصيانة أو في مجال الصيانة ونوريك مثلا نوع ميكروفون تقول لا ما عرفوش ما خدتوش مش عارف عنه حاجة ما ينفعش فدايما بريد نبزة على الحياة اللي موجودة في الحياة العملية بحيث تبقى انت ملم بكل العناصر الميكروفون نرجع تاني للميكروفون لما نيجي نعرف الميكروفون احنا اتفقنا من بداية الحلقات قلنا مفيش تعريف هنحفظه تعريف ده حنفهمه احنا قلنا الكلام ده من بداية المنهج واول جزء فيه حتى لو تفتكروا لما جينا نعرف نعرف الإرسال الإزاعي أو عمية الإرسال طيب الميكروفون الميك ده بيعمل ايه الميك ده مش هنقول تعريف دلوقتي واتكلمنا عليه في رسمه التخطيطي بتاع جهاز الإرسال ال F M وجهاز إرسال ال A M كان بيعمل ايه تفتكر A كان بيحول الصوت لإشارة كهربية يبقى ايزا الميكروفون وظيفته الصوت يحول لإشارة كهربية فاكرين لما كنا منتكلم على التعديل نفسه لما قلنا بناخد الإشارة كهربية المعبرة عن الصوت ونعدلها أو نحطها على موجة تردد عالي في التعديل بتاع ال A M وتعديل ال F M أيوة طيب الإشارة الكهربية دي جات منين إشارة كهربية اللي أنا عايز أبعتها اللي هي معبرة عن الصوت دي جات منين جات من ميكروفون أنا ما خدتش الصوت نفسه وحطته على موجة تردد عالي ما ينفعش أنا خدت إشارة كهربية ليها تردد صوتي حملتها على موجة تردد عالي يبقى ده فهمت إن الإشارة اللي خارجها من الميكروفون إشارة كهربية هي أساسها كان كهربية لا ده صوت زي ما أنا بتكلم دي بعد أساسها إشارة صوتية أو بنسميها اهتزازات ميكانيكية هوائية اهتزازات هوائية بالأفضل يعني يبقى دي اللي هي معبرة عن الصوت أو الموسيقى طب تعالي نشوف كده قبل ما نعرف الميكروفون نشوف الصوت كده شكله إيه وإزاي بيتغير لإشارة كهربية وقبل الجزء ده كله طبعا فيه عندنا عدة أنواع من الميكروفونات حنقولها كلها بالتفصيل عشان مرضو تبقى أنت عارف كل الأنواع نرجع للشاشة ونشوف الميكروفونات ونعرف مين الميكروفون عن طريق الفهم مش عن طريق الحفز نشوف كده الميكروفونات تعريف في الميكروفون ما قلتش بقى أن هو ميكروفون هو كذا كذا لا تعالي نشوف بقى جزء جزء أه بص أول جزء عندي دي خلي بقى معايا مكتوب هنا فيه ساوند ويف اللي هي الإشارة أو الموجة الصوتية موجة صوتية إيه طالعة من آلة موسيقية دخلت فين؟ على الميكروفون اللي خارج من الميكروفون بص اللي خارج من الميكروفون إيه؟ إشارة كهربية بتتغير على حسب مين؟ على حسب الصوت بتاع الألة الموسيقية طبعاً الإشارة اللي خارجها دي بص ترددها متغير وجهدها كمان متغير شوف الارتفاع بتاعها بزيد وقل والزبزبات اللي بين بعض بتزيد وتقل على حسب مين؟ على حسب الصوت طب تعالي نشوف شكل تاني آدي الويف أو الإشارة الصوتية وده الصورس بتاع مصدر الصوت وده الميكروفون بتطلع منه الإشارة اللي هي الإلكتريك سيجنال إشارة كهربية هي الإشارة الكهربية دي بنسميها أنالوج دي بنسميها أنالوج سيجنال اللي هي الإشارة التماسلية وممكن تخوش تاني بحولها من أنالوج إلى ديجيتال شوف الإشارة الرقمية هي اللي هي الديجيتال سيجنال يبقى فيه أنالوج سيجنال إشارة تماثلية على طول أو الإشارة اللي بنسميها الإلكتريك سيجنال وده بنسميها الديجيتال سيجنال الاشارة بتاعة الديجيتال دي عبارة عن صفار وحايد الاشارة الرقمية عبارة عن صفار وحايد وده ماك محاول انا لوك تو ديجيتال كونفيرتر بيحاول الاشارة من تماثلية الى رقمية تعالوا نشوفها هنا ادي برضو المايكروفون واشارة صوتية دي الديافريم اللي هو الغشاء بنسميه الغشاء اللي هو بيهتز مع مين مع الصوت وهو المتال بلاد دي اللي هى حفة المعدنية شوف صوت بيخش على المايكروفون بيطالع بعد كده اشارة كهربية تشوف وردو حاجة تاني تعريف المايكروفون بقى احنا شوفنا من خلال السور تعريف المايكروفون من خلال السور شوفنا ايه صوت بخش على المايك يطلع منه اشارة كهربية يبقى عبارة عن وسيط او جهاز بسيط ووظفته ايه يقوم بتحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة كعربية متغيرة في جهدها ومتغيرة في ترددها على حسب التغير في الإشارة الصوتية حول الصوت لإشارة كعربية والإشارة الكعربية دي متغيرة في الجهد وفي التردد على حسب إشارة الصوت وطبعا ده أول جزء في مرحلة الإرسال الإزاعي تعال شوف التعريف ده تعريف المايكروفون المايكروفون هو عبارة عن وسيط يقوم بتحويل الاهتزازات الهوائية اللي هي الإشارة الصوتية المعبرة عن الموسيقى أو الكلام إلى جهود كهربية متغيرة اللي هي الإشارة الكهربية تتناسب في شدتها حسب درجة الصوت وفي ترددة يعني تغيرها في التردد وفي الجهود على حسب درجة من الصوت تعالي شوف بقى أنواع المايكروفونات خلي بالك بقى معي أنواع المايكروفونات عندي أنواع كتيرة حناخد أكتر الأنواع فيها اللي موجودة في الحالة العاملية في عندنا خمس أنواع في عندنا خمس أنواع مقرر علينا اتنين أو ثلاثة مفيش وش كده بس هنعرف برضو خمسة دول شغلني إزاي أول نوع عندي في أنواع المايكروفونات خلي بالك بقى معايا وركز في الجملة اللي أقولها لك المايكروفون وظفته ركز كويس أو في الكلام اللي أقوله لك المايكروفون وظفته تحويل الإشارة الصوتية لإشارة كهربية يبقى فيه جزء داخل المايكروفون ياخد إشارة الصوت ويحولها الكهرباء الجزء دا ليه اسم والمايكروفون متسمي باسم الجزء اللي داخله اللي بيحول الصوت لإشارة كهربية مش فاهم يا أستاذ لا أفاهمك يعني لما أقول اسم المايكروفون على سبيل المثال على سبيل المثال لما أقول المايكروفون الكربوني يبقى اللي بيحول الصوت لإشارة كهربية الكربون حبيبة الكربون تفهمتني يعني اسم المايكروفون بيتسمى على حسب المادة اللي هتحول الصوت لإشارة كهربية خلي باك بقى معاي هتفهم أكتر لما نقول أنواع المايكروفونات أنواع المايكروفونات عندي خمسة اللي هتكلم عنه أول مايكروفون اسمه المايكروفون الكربوني خلي بالك هو يبقى اللي هيحول الصوت لكهربية الحبيبات الكربونية تاني مايكروفون اسمه المايكروفون الديناميكي ديناميكة يعني حركة يعني الصوت هيتحول لإشارة كهربية عن طريق حركة حركة إيه هنقول لما نيجي نشرحه المايكروفون السعوي الثالث السعوي اسمعنا كلمة السعوي دي جاية من السعة آه دي السعة دي كانت في المكسف آه الكلام ده صح يبقى اللي هيحول خلي بالك الصوت لإشارة كهربية في المايكروفون السعوي عن طريق سعة يبقى عندي مكسف شوف اسم المايكروفون السعوي نوع الرابع اسمه المايكروفون الشريطي يبقى اللي هيحول الصوت لإشارة كهربية شريط معدني خفيف متعرق آخر نوع هنتكلم عليه المايكروفون البلوري أو الكريستل يبقى اللي هيحول الصوت لإشارة كهربية البلورة أو مادة الكوارتز نحن نتكلم عليها بالتفصيل يبقى فيه عندي كام نوع للمايكروفونات خمسة المايكروفون كربوني المايكروفون الديناميكي وعلى فكرة المايكروفون الديناميكي ده بيسمى الموفين كويل أو مايكروفون الملف المتحرك ولما نخش في الشرح بتاعه هنفهم بالتفصيل المايكروفون السعوي المايكروفون الشريطي المايكروفون البلوري اللي هو الكريستل او الكورتس هنتكلم على كل نوع بالتفصيل هنقول التركيب بتاعه وهنقول طرق ايه تعمله وحنقول مميزاته وعيوبه على كل نوع على اساس لو حتى جت لنا مقارنة بين نوع ونوع نبقى عارفين نتكلم عليها ازاي او نكتبها ازاي تعال نشوف انواع المايكروفونات ونشوف بعد كده اول نوع اللي هو المايكروفون الكربون نشوف الاول انواع المايكروفونات انواع المايكروفونات اول نوع المايكروفون الكربوني زي ما قلتلك يبقى هنا الحبيبات الكربونية هي اللي تحول الصوت لاشارك عربية تاني نوع المايكروفون الديناميكي يبقى في حركة وحركة مين حركة ملف المايكروفون الديناميكي ده بنسميه برضو مايكروفون ملف المتحرك عشان برضو نبقى عارفينه المايكروفون السعوي النوع الرابع المايكروفون الشريطي النوع الخامس المايكروفون البلوري او الكريستال تعال شوف صور لبعض المايكروفونات دي كلها انواع مايكروفونات مختلفة هندرس منها برض زي ما قلتك خمس انواع ودي صورة تانية برضو للمجموعة من المايكروفونات تعال شوف اول نوع عندي المايكروفون الكربون المايكروفون الكربوني ده تخلي بالك كويس قوي نتكاملها قول بيتكون من ايه الاول بيتكون من اناء من مادة عزلة موجود داخل الاناء ده حبيبات كربونية وفيه قطبين موصلين جيدين للكهرباء من الكربون قطب سابت قطب متحرك قطب سابت وقطب متحرك اتنين دول موجودين ولازم يكون في اي مايكروفون لازم يكون عندي غشاء اللي حبيب ساميه الديافريم اللي هو لما جي تكلم قدام المايكروفون بيهتز الغشاء ده بيهتز لما يهتز يبتدي الحركة دي تخش على المايكروفون ايا كان نوعه وتبتدي عمية التحويل من الاهتزاز ده الى اشارة كهربية يبقى في عندي غشاء ولازم يكون في عندي بطارية طب ما تيجي نشوف بس خلي بقى اتباع معاه هنا الاساس في عمل المايكروفون الكربوني هي الحبيبات الكربونية الحبيبات الكربونية تعالي نشوف الاول الشكل بتاع التركيب بتاع المايكروفون الكربوني وبعد كده نتكلم ازاي بيشتغل وطريقة عمله وايه دور الحبيبات الكربونية في طريقة عمل المايكروفون الكربوني نشوف الكلام ده المايكروفون الكربوني تركيب المايكروفون الكربوني اهو خلي بلاك بقى معاه في هنا رئ على شكل مخروط بنسميه الكون وفي عندي هنا كطب خلي بلاك كربوني متحرك اهو شايف الغشاء ده والرئ ده هو اللي بيهتز مع مين من الصوت وهنا ده عبارة عن غطاء في فتحات اللي بيخش منه الصوت ده زي ما قلت لك قطب كربوني متحرك وفي قطب كربوني ثابت اهو يبقى دولي قطبين الموصلين وفي هنا عند الحبيبات بتاعت الكربون اهو وفي عند محول اللي هو الترانسفورمر اللي هياخد الاشارة بص ده محول اسمه محول رافع ياخد الاشارة الضعيفة دي ويكبرها الاشارة الضعيفة دي اشارة ايه اشارة كهربية اشارة كهربية يبقى ده التركيب بتاع مين؟ بتاع المايكروفون الكربوني تعالوا نشوف بقى كده الشكل اللي عندي المرسوم اهو ده دي موجات صوتية وده غطاء معدني بيه فتحات اللي هنلسا عيدين عليه وده الرئ اللي بيهتز مع قوة الصوت قطب كربوني متحرك اهو وده الحبيبات الكربونية وقطب كربوني ثابت تعالوا نشوف بقى خلال اللي بقى اجبقى معي تركيبه يتركب كما بالشكل من وعاء مصنوع من مادة عزلة بحبيبات كربونية موضوع في داخل الوعاء موصلين اللي هم القطبين اللي عنديك عليهم اللي عنديك عليهم لهم معامل توصيل جيد ومسبت داخل وعاء رئي معدني يسمح له تركيبه بالحركة بيهتزل اللي عنديك عليه بيهتزاز تابعا للموجات الصوتية اهو الرئيق ده طيب تعالوا نشوف بقى طريقة عمل المايكروفون الكربوني خلي بقى كويس او من الكلام اللي هقوله لان زي ما قلت لك ده الكلام لما بنفهمه ما بننساهوش قبل المايكروفون الكربوني داخله القطبين اللي احنا قلنا عليهم قطب سابت وقطب متحرك بين القطبين دول في الحبيبات الكربونية طيب انا لما اجاك يخلي بالك معا معاك واس اول من كامل هقوله لما اجاك كلم قدام المايكروفون فيه الرئ اللي قلت لك ده بيهتز لما يهتز ايه اللي هيحصل فانا عنده حبيبات كربونية موجودة داخل الوعاء الحبيبات الكربونية دي بيحصل لها تخالخل يعني ايه بتقرب وتبعد على حسب قوة مين الصوت ركز تاني معايا خطوة خطوة انا بتكلم قدام المايكروفون بقى فيه موجات صوتية تخش على المايكروفون الكربوني بتخش على الرئ الرئ ده بيبتدي يتحرك يبتدي يحرك القطب المجب ايه القطب المتحرك يبتدي يحرك مين الحبيبات الكربونية تقرب وتبعد نتيجة حركة الحبيبات الكربونية دي بتتغير المقاومة بين القطبين قطب السبت والقطب المتحرك وطالما المقاومة تغيرت هيتغير الجهد الجهد مين الجهد الكهرابي الله يبقى الجهد الكهرابي ركز معاه كويس او في الكلام ده الجهد الكهرابي اللي نتج نتج من مين من تغيير المقاومة وتغيير المقاومة نتج من مين من حركة القطبين وحركة القطبين جات منين جات من الغشاء لما تحرك والغشاء جاء تحرك ليه عشان الصوت كان امامه يبقى في النهاية خالص الصوت نفسه هو اللي جاب لمين اللي جاب للجهد الكهرابي طب الصوت ده ثابت لا مش ثابت يبقى جهود الكهرابي بايه مش سابق يبقى فعلا زي ما قلنا في تعريف المايكروفون حول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية اللي هي الجهود اللي احنا بنتكلم عليها او الجهود الكهرابي المتغير حولها ازاي كلمت قدام المايكروفون اهتز الغشاء حرك القطب المتحرك اللي هو بتاع الكربوني حرك الحبيبات اتغيرت المقاومة نتيجة حركة الحبيبات لما رابطه بعدت نتيجة تغيير المقاومة حصل جهود كهرابي او نتج جهود كهرابي متغير على حسب التغير في مين في الصوت ادت بطريقة سهلة جدا طريقة عمل مين المايكروفون الكربوني طب نيجي نشوف نكتبها ازاي تعالى نشوف نكتبها ازاي طريقة عمل المايكروفون الكربوني بص خليباك بالصورة كده ادي الساوند ويف ادي الموجة الصوتية ده خليت على مين عن المايكروفون ده فريم لو والغشاء ده اللي هيبتد يتحرك مع مين مع الصوت شايف الحبيبات دي اهي هتبتد يتحرك مع الصوت ويبدي يحصل الله ايه تتغير اهي تقرب وتبعد على حسب قوة مين الصوت هينتج عن الكلام ده اشارة كهربية السجنل اهي اهي ده طبعا الفيكس الفيكسي الالكتوريك اللي هو جزء القطب اللي هو ايه الفيكسي اللي هو السابت طيب يبقى ده ونفس الكلام خدت السجنل الاشارة المتغيرة تعالي شوف كده بص كده عن ادي القطب المتحرك اللي هو باللون التريكواز ده شايفو و ادي الغشاء اللي هو باللون البني و ادي الحبيبات الكربونية اللي موجودة داخل المايكروفون اللي هي بيتمثل لهو شوف الريزيستان بتاعتها بتاعت الكربون بتاعت الحبيبات الكربونية المقاومة بتتغير بص خليباك معها تتغير شايف الحركة دي؟ هي الحركة اللي بتحصل داخل المايكروفون نفسه ايه اللي هيحصل لما تتحرك المقاومة حتى تتغير ولما تتغير المقاومة هي انت الجهد كارابي متغير طب في الجزء ده ما فيش صوت خالص بص خليباك ما فيش صوت هيطلع هنا خطه مستقيم وتبص تلاقينا ما فيش حركة تلاقيها سابتة ركز كده في الحركة بتاعتنا بقول لها تعاليها اهو ادي الصوت دخل حرك الغشاء حرك القطب المتحرك حرك الحبيبات اتغيرت المقاومة ناتج على الاشارة كارابية امتى ما يطلعش اشارة كارابية خالص لما يكون ما فيش صوت يبقى ما فيش حركة لما فيش تغيير في المقاومة يبقى جزء اللي يخارج من هنا عبارة عن خط مستقيم يعني ما فيش جهد كارابي اهو دي طريقة عمل مين المايكروفون الكربوني بطريقة سهلة جدا وبسيطة تعالي نشوف كده اهو عن طريق الموجات الصوتية التي تتركز عليه العالمين بقى على المايكروفون نفسه بواسطة بوق صغير فيحدث تضغط وتغلخل للحبيبات الكربونية ايه اللي هي دي بعد كده ايه اللي ينتج عنها ينتج عن ذلك تغيير في المقاومة بين قطباي المايكروفون فيتم الحصول على فرق جهد كهرابي متغير اشارة كهرابية متغير ايه مكافئ لتغيير الموسيقى او الكلام يبقى الجهد الكهرابي اللي بيخرج بيتغير على حسب صوت الموسيقى او الكلام تعالي نشوف ومقاومة الحبيبات الكربونية بتكون في العادة بص من كم من 200 الى 1000 اوم وطيارة تشغيل اللازم من 5 الى 40 ميلي امبير ويحتاج الى بطارية جهدها من 4 الى 8 فولت ده المايكروفون الكربوني تعالي نشوف بقى مميزات المايكروفون الكربوني ركز بقى معايا خلي بقى معايا مميزات المايكروفون الكربوني اول حاجة عند الحاسسية بتاعته مناسبة ورخيص وقلة التشويه يعني الاشارة بتطلع نقية ما فيهاش تشويه بس يعني وبرضه من مميزاته ان هو برضو رخيص السم برضو خلي بالك بقى معايا ان مميزات المايكروفون الكربوني برضو هو مايكروفون كويس جدا بس برضو ليه حدود وديه امكانيات هنتكلم عليها لما نعرف عيوبه ولما ناخد كمان المايكروفون النوع التاني وكل لما نبتدي نعلى فيه المايكروفونات ونغير نوع هنعرف ان كل نوع بيمتاز بأشياء معينة والنوع التاني برضو بيمتاز بأشياء معينة بس برضو الانواع دي كلها بيبقى فيها عيوب لو تلاشناء يعني لو عملت حساب ان انا ما عرضش المايكروفون للعيوب دي او للاخطار دي يبقى المايكروفون هيبتدي يشتعل معنا فترة زمنية كبيرة تعال شوف مميزات المايكروفون الكربون اول حاجة عندي حاسسية مناسبة ورخيص السمن ويتحمل الصدمات الخفيفة خلي بالك الخفيفة كلة التشويه باخد منه اشارة نقية تعال شوف عيوبه عيوب المايكروفون الكربوني اول حاجة عندي خلي بالك بقى معايا اول حاجة عندي تركز فيها المايكروفون الكربوني دي كان فيه ايه كان فيه حبيبات كربونية حبيبات كربونية طيب ركز معايا كويس او في الجزء ده لان فعلا دي انا يعني مش بقولك حاجة انا مش دي شفتها يعني فعلا شفتها كان عندي مايكروفون كربوني وسبته فترة وجيت اجربه ما اشتغلش فاللي تم فيه ايه او عرفت السبب في ده ايه الحبيبات الكربونية اللي موجودة داخل المايكروفون الكربوني لو اتسابت فترة زمنية كبيرة من غير المايكروفون ما يستخدم بتبتدي تلزق في بعضها ده وانت تكلمت مش تتحرك طب خلاص انا ترى ما تحركتش ما بفيش تغيير في المقاومة ما بفيش تغيير في الجودي بقى المايكروفون ايه انته ده من ضمن عيوب عيوب التاني او العيوب التاني انه هو بيحتاج لمصدر تغذية خارج العيوب التالت انه هو بيتأثر بالصدمات الميكانيكية هتقول لي ما احنا قاعدين في الموايزات انه هو بيتأثرش انه هو بيتأثر ميزة فيه انه هو لا يتأثر بالصدمات انا قلتلك الصدمات مين ايه القفيفة انما الصدمات الشديدة بيتأثر بها على طول يبقى فيه عندنا عدة عيوب للمايكروفون الكربوني اهمها ان المادة لو ترك فترة زمنية كبيرة الحبيبات الكربونية بتلزق في بعضها ويبتدي يتلف زي ما قلتلك برضو ما بيتحملش الصدمات الميكانيكية اللي هي الحركية يعني الشديدة وبيحتاج لمصدر جوه دي كهرابي يعني عايز بارسابلاي او دائرة تغزية او بطرية ليه يبقى دي العيوب بتاعك تعال نشوفها ونشوف نكتبها ازاي عيوب المايكروفون الكربوني بيتأثر بالصدمات الميكانيكية زي ما قلتلك تلاصق حبيبات الكربون اذا ترك مدة طويلة بدون عمل يحتاج لمصدر تغزية خارجي حساس للاصوات ولا يستجيب للنغمات الموسيقية بمقدار استجابته للاصوات يعني ايه خلي بلك معايا الصوت العادي ليه ترده والنغمات الموسيقية ليه ترده التاني هو بيستجيب لترده للصوت العادي الصوت العادي الصوت نحن بيستجيب له انما ما بيستجيبش ليه النغمات الموسيقية نشوف بعد كده عندنا استخدامات المايكروفون الكربوني اول استخدام عندي بيستخدم في الاجهزة اللاسلكية الملحقة بمحطات اللاسلكية المتحركة والسابقة يبقى ده أول استخدام لمين للمايكروفون المايكروفون مين الكربون الاستخدام التاني الأعمال التليفونية في التليفونات بيستخدم المايكروفون الكربون الشكل العاملي للمايكروفون الكربوني اهو دي الفتحات زي ما قلت لك كده وده الغشاء اللي هو داخل الفتحات اللي بيتزم عمين مع الصوت في الفتحات دي برضو فيه شكل يوضح لأكتر من هنا اهو ده من الداخل وده الشكل برضو بيلي من الداخل خاص دي أطراف اللي هي أطراف بتاعة التوصيل هده في الحبيبات الكربونية دي وده شكله من الخلف الشكله من أمام اهو قد الغشاء وقد الفتحات بتاعتنا نشوف بقى كده النوع التاني المايكروفون الديناميكي ركز بقى معين احنا قلنا في البداية خالص ركز كويس قوي معايا احنا قلنا في البداية خالص ان اسم المايكروفون او نوع اسم المايكروفون مرتبط بالعنصر او الجزء اللي هيحول الصوت لإشارة كهربية خلي بالك بقى معايا وركز معايا كويس في الجزء اللي حتكلم فيه دلوقتي لانه ده مبنى عليه تركيب المايكروفون الكربوني وفي نفس الوقت برضو مبنى عليه طريقة عمل اه 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 ايسف المايكروفون الديناميكي ركز كويس قويس ابنائنا او بتوع السنة والعام وفي كوليات الهندسة بيدرسوا الديناميكا الديناميكا يعني دراسة حركة الاشياء استاتيكا اللي هي الاشياء السكنة فكلمة مايكروفون ديناميكي يعني داخله فيه حركة في ايه حركة وزي ما قلتلك في البداية تحويل الصوت لإشارة كهربية بيانتج عن طريق حركة فين؟ في الملف الديناميكي او في المايكروفون الديناميكي عن طريق ملف بيتحرك على فكرة اسمه اللي هو الديناميك مايكروفون وممكن يتقال عليه برضو المايكروفون الملف المتحرك مايكروفون الملف المتحرك بيسموه كده اللي هو مايكروفون الكويل او موفين كويل موفين كويل مايكروفون يبقى اسمه مايكروفون الديناميكي او مايكروفون الملف المتحرك لتننصح. طب تعالى بقى نشوف ايه اساس او تركيب او اللي تبنى عليه فكرة المايكروفون الديناميك دي. ان يحول الصوت لاشارة كهربائية. في عندنا قاعدة اساسية في العلم التالكترونيات وعلم الكهرباء بتقول. ان لو اي موصل خلي بالك. اي موصل اتحرك داخل المجال المغناطيسي. نتج على طرفي الموصل قوة دفعة كهربائية. خلي بالك. موصل. تحرك جوه مجال. نتج على على اطراف الموصل ده قوة دفعة كهربائية. جاية من مين? من الحركة. طب الحركة دي اجيبها من مين? فكر كده. صح. اللي قال الصوت. مش الصوت هو اللي حرك الرق او الغشاء. في الميكروفون الكربوني. صح. حرك مين بقى? بنحط الموصل اللي احنا بنتكلم عليه في تعريف القاعدة اللي احنا اقول ليسا انها بنحط ملف. والملف ده بنسميه الفويس كويل. ملف الصوت. الملف ده بنحطه جوه مجال مغناطيسي. يعني مغناطيس. ويبتدي الصوت يبقى قدام الملف. يبقى في الميكروفون نفسه. يبتدي الملف يتحرك داخل المجال. حينتج على اطراف الملف ده قوة دفعة كهربائية يعني جهود كهربي. جاي منين الجهود الكهربي? من حركة الموصل جوه المجال. وحركة الموصل ده جاية منين? جاية من الصوت. يبقى الجهد الكهربي اللي على اطرافه الملف بيتناسب مع مين? مع الصوت. يتناسب مع مين? مع الصوت. هي دي الفكرة العامة بتاع الديناميك مايكروفون او المايكروفون الديناميكي او الموفين كويل مايكروفون. طب بتاع نشوف بقى الكلام ده ونشوف الاول القاعدة اللي تبني عليها تركيب ونظر عمل المايكروفون الديناميكي. نشوف الكلام ده. المايكروفون الديناميكي هنا عندي بص خلي بقى اجبع معي. تركيب المايكروفون الديناميكي بيتكون من ايه بص خلي بقى اجبع معي. ادي فيه مغناطيسة اهو. وقادي الملف اللي هو الفويس كويل. دي اشارة الخارج لها السجنة الاوتبوت وهنا عند الغشاء واشارة الصوت والمخروط. الغشاء طبعا ده اللي هو ايه? هيهتز مع مين? مع اشارة الصوت. وهنا اسمه الديناميك مايكروفون. زي ما قلتلك او الموفين كويل مايكروفون. بيتكون لهذا المايكروفون من مغناطيس دائم. اهو. اللي هيجيب لي المجال. وملفه متحرك داخل المجال. ادي الملف. اللي هو الفويس كويل. داخل المجال مين? المغناطيس. وهذا الملف مسبت في بقرة بوق مصنوع من ورق مخصوص او مايكا. عشان يهتز. امام مين? امام الصوت. ده التركيب. تعاني شوف برضو. ادي شكل يوضح تركيب المايكروفون الديناميكي. ادي عندي المغناطيس. ادي عندي هنا الموفين كويل. اللي هو الملف المتحرك. برضو اللي هو اللي هو ملف الصوت. وهنا اللي هو الغشاء. انا اللي بتكلم هنا بيهتز الغشاء. يحرك معي مين الملف? هو الملف داخل المجال. وحيبتدي ينشع على طرفية قوة دفعة كهربية. وده الكلام اللي حنقوله فيه طريقة عمل المايكروفون الديناميكي. تعاني شوف بقى هنا. تركيبه برضو. الرقم واحد دي موجات صوتية. او اشارة الصوت. رقم اتنين ده الغشاء. رقم تلاتة الملف. رقم اربعة القلب اللي ملفوف عليه الملف. رقم خمسة اطراف الخارج. ورقم ستة المغناطيس بتاعي. اللي هو ده اللي بيوفر للمجال المغناطيسي. تعاني شوف كده. طريقة عمل المايكروفون الديناميكي. ادي تخلي بقى معي الاساس بتاعها. ادي موصل اللي هو بلون الاسويت ده. اللي انا بحاطت مكانه الملف. وفيه هنا عند مغناطيس. هيبتدي الموصل هو يتحرك. داخل المجال المغناطيسي. هيا انتوا اطرافه قوة دفعة كهربية. جهد هو بيزيدوا يقل. الجهد اللي جاي منين? جاي من حركة الموسط. وحركة الموسط دي جاي منين? جاي من اشارة الصوتية. يبقى الجهد اللي هنا نتج عن الاشارة الصوتية. يبقى انا حولت الاشارة الصوتية الى جهد كهربي متغير. نشوف الكلام ده برضو. ادي طريقة العمل نكتبه بقى. نظرية تشغيل المايكروفون الديناميكي. تتوقف على الحقيقة القائلة انه اذا تحرك موصل اللي هو ملف. داخل مجال مغناطيسي. تتولد على طرفه قوة دفعة كهربية بالتأثير. سواء تحرك الملف او المجال. خلي بالك بقى معايا. لو حركت الملف او المجال في الحالتين حينتج اشارة كهربية. يعني لو الموصل تحرك اللي هو الملف او المجال نفسه تحرك يبقى حينتج عندي اشارة كهربية. طيب الملف ده هتحرك ازاي? حرك امام والخلف. فهيبتدي او الريء بتحرك المجال الامام والخلف يبتدي حرك مع مين? الملف وتانتج الاشارة الكهربية. نكمل برضو طريقة العمل. نرجع الشاشة مرة تانية. هنشوفها هنا. في حالتنا هذه نأخز النظرية اللي خاصة بمين بتحريك الملف. حيث انه بهتزاز البوء اللي هو لا تجمع الصوت طبعا. يهتز معه الملف ويتحرك داخل المجال المغناطيسي. تحرك اهو. اهو. يتحرك الملف داخل مين? المجال المغناطيسي. ينتج عن ذلك جهده متغير. صغير. يرفع بواسطة محول رافع. ثم يوصل الى دائرة مكبر. يعني الاشارة اللي هاخدها من الخارج دي اشارة ضعيفة. فبعمل لها بوصلها مع رافع. هو بعد كده باخد الجهد اللي رفعته بدخله كمان على مين? على دائرة او دائرة مكبر. تعالوا نشوف الكلام ده. بص. ده الملف هو. نفسه. ده الغشاء اللي قلتك عليه. اهو. بص كده. في مجاة صوتية تحرك الغشاء يتحرك الملف والملف ده موجود داخل مجال المغناطيسي اهو. اللي قبلون السود. حينتج اشارة كهربية. طب لو ما فيش صوت. ما فيش حركة. ما فيش اشارة كهربية. ما فيش مجال مغناطيس طبع. يعني ما فيش حاجة ايه كده. مجال مغناطيسي لوحده مش ايه. ما فيش حركة للملف نفسه. اهو. بص كده. لما يكون عندي ما فيش صوت. هلاقي اللي خارج هنا خط مستقيم اهو. الاشارة دي تبقى خط مستقيم ايه. نلاحظها كده اهو. ما فيش صوت. كده رجع الصوت مرة تانية. دي طريقة عمل المايكروفون الديناميكي او آآ مايكروفون الملف المتحرك. نشوف بعد كده عندي. ده شكل بيوضح لي برضو. طريقة عمل الملف المتحرك. وده التردد الصوت اللي داخل اللي هو الف هيرتز. اللي هو واحد كيلو. دي موجات صوتية. ادي ملفة ويتحرك. للداخل وايه? والخارج. باخد الاشارة دي على المحول الرافعة زي ما قلت لك. وبعد كده بادي على مكبر. وبعد كده احصل على الاشارة الكهربية. اللي هي معبرة عن مين? عن الصوت. نشوف بعد كده عندي خلي باك بقى معايا. هشوف بقى الموفين كويل ده شغال ازاي. ونشوف ازاي بحول منه الاشارة. اهو. بس خلي باك معايا. موفين كويل مايكروفون. ده مايكروفون الديناميكي. زي ما قلت لك ليه اسمين. والاتنين صح. لانه هو بيعتمل في النمائيسة عمله على تحريك الملف. موفين كويل. مايكروفون. تعني شوف كده? الموفين كويل مايكروفون. وازاي? ده الشكل العملي بتاعه. وحيفين نخش جواه ده الوقت ونشوف بيستشغل ازاي? ايه بقى ده المنظر بتاع الشكل العملي? وليه قدت اشكال? ده شكل برضو. وده شكل عملي تاني. وفيه اشكال كتير للموفين كويل او المايكروفون اه الديناميكي. دي كلها اشكال للمايكروفون الديناميكي. تعني نخش جواه ونشوف تركيبه قوي. بص بقى الاول. ده مين بقى? ده الفويس كويل. اللي هو الملف المتحرك. شايف الملف ده? ووصل مع مين? مع الغشاء. اللي هو ده يا فريم اهو. وده المغناطيس. اهو. اللي على الجنب بين دول. طب نكمل. نشوف كده. يبقى ده اللي هو خاص به الصوت. اللي بيتحرك مع مين? مع الصوت. طبعا هنا عندي اللي هو مجال المغناطيس يعهو. بص الحركة. لما اجي اتكلم هنا بص بدأ الغشاء يا تاز يروح محرك مين الملف? ده فريم اللي هو الغشاء هون. حيانتوا هنا اشارة كهربية. معبر عن مين? عن الصوت. لاني ليه بقى? خلي بقى محركة الملف بص اهو. ادي الملف هو. ادي المغناطيس او المجال المغناطيس. دي اللي هي اشارة الصوت. هيبتدي تصطدم بمين? بالغشاء. الغشاء هيبتدي ياخد يتحرك الغشاء ولما يتحرك الغشاء يتحرك مين? الملف. داخل مين? المجال المغناطيس. هبص هلاقي اللي خارج من الطرفين دول بتاعه الملف? اشارة كهربية. اشارة ايه? كهربية. قاعد. نشوف كده? اتحرك الملف اهو. هيبتدي بعد كده نتيجة حركة الملف ينتج على طرفين اشارة كهربية. معبرة عن الصوت. بص 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 دي اشارة ضعيفة. بناخدها على لادالة التكبير. وبعد كده انا اخدها على سماعة لو انا عايز اسمعها. او مش عايز اسمعها ابعتها على مراحل الارسال. وبعد كده تتباعت لاجهزة استقبال. ادي الامبلفاير. وادي السماعة. شوفوا الاشارة هيا خارجها من الامبلفاير. ودي السماعة اللي هتخرج لي الصوت. ده مين بتاعنا? تعالوا شوف هنا. طبعا على فكرة اه برضو فيه سماعة اسمها برضو عشان تبقى عارف اسمها اه السماعة الديناميكية. ودي هيدلسها من خلال شرحنا المين? ليه السماعات? الله هي السماعة الديناميكية دي ايه عبارة عن ايه? هديك فكرة عنها بسيطة جدا. عشان بس تربط بينها وبين الملف الديناميكي او الميكروفون الديناميكي. هو دلوقتي الميكروفون الديناميكي ده. مش عرضتوا لصوت. الصوت حرك الملف. والملف موجود داخل مدال مغانتيسي. نتج عنه اشارة كهربية. صح? طب لو انا عملت العكس. ركز بها معايا. لو انا عملت العكس. دخلت اشارة كهربية دي سماعة بقى. على الملف اللي موجود داخل السماعة الديناميكية. ايه اللي حينتج? اول ما مر الجهد كهربي او اشارة كهربية. اللي هي خرجة من مراحل الجهاز بتاع الاستقبال. عالسماعة? هتخش عن ملف. طبع عندي اشارة كهربية. هتمر في ملف تعمل مجال ايه? مغانتيسي. اصبح عندي مجالين مغانتيسي. واحد نتيجة المغانتيسي السابت. واحد نتيجة مرور الطيار الكهرابي في الملف. اللي هي اشارة كهربية. المجالين دول نتيجة الموجودة المجالين. هيبتدي يتحرك الغشاء بتاع مين? السماعة. لما يتحرك غشاء السماعة هينتجمين الصوت. دي بس انا حبيت اقولها لك انما احنا ناخدها بالتفصيل فعلا من خلال شرحنا للسماعات الديناميكية. تعال نشوف بقى الجزء التاني. مميزات المايكروفون الكربون. نشوف الكلام ده على الشاشة. اول حاجة عندنا في مميزات المايكروفون الديناميكي. اسف. اول حاجة عندنا بيمتاز بحساسية عالية للترددات المخافضة. التردد المخافض اللي هو من عشرين لعشرين كيلو هرتز. ده اسمه تردد مخافض. هو بيبقى حساس جدا للتردد المخافض. الميزة التانية خفيف الوزن وصغير الحجم. في حالة عدم استعمال مكبر صوت. خلي بالك بقى معاه. من ضمن المميزات انه خفيف وصغير. لو في حالة عدم وجود مكبر ما فيش عندي عمبلفير. بعمل ايه? بيستخدم المايكروفون الديناميكي. زي ما قلت لك ممكن نحط اللي هو الترانسفورمال او المحاول الراثع. لا يتأثر بالاحوال الجوية السيئة كالرطوبة او الرياح او درجة الحرارة او كم ده كله. انما اللي كان بتتأثر الحبيبات الكربونية في المايكروفون الكربوني. لا يحتاج الى مصدر قدرة خارجي او بطارية. طيب تعال نشوف بقى. عيوب المايكروفون الديناميكي. اول حاجة ضرورة التوصيل بمحاول رافع. طبعا ما فيش تكبير يبقى فيه الترانسفورمال. غالي السمن. وتعالى بقى نشوف استخدامات المايكروفون الديناميكي. بيستخدم في استوديوهات التسجيل الصوتي نظرا لحسيته العالية. بيستخدم فيه الاعمال التليفونية. في التليفونات. وبيستخدم فيه الاجهزة الخاصة بالتسجيل الصوتي السلكية بين المكاتب. تعالى نشوف بقى الشكل العملي للمايكروفون الديناميكي. ده الشكل العملي بتاعه. عم بتدي نفكه جزء جزء. ده جزء بتدي فكيته اهو. بدأ يظهر عندي الجزء الداخلي ليه. المحاوق الملف اهو. اللي هو الفويس كويل. وده الغشاء. تعالى نكبره اكتر اهم. ده الغشاء اهو. الغشاء ده. وده الفتحات اللي بخش من الصوت. وده الملف نفسه. اهو. ده شكل برضه عملي. ليه? المايكروفون الديناميكي. اللي هو بتاع الملف المتحرك. باينه حتى الملف اللي هو موجود داخل آآ المايكروفون. تعالى نشوف بقى النوع التاني المايكروفون السعوي او النوع التالت. ركز بقى معايا. نرجع تاني ونفكركم. ونقول لكم ان اسم المايكروفون بيتسمى على حسب الجزء اللي هيحول لي الصوت لاشارة كهربائية. النقطات اللي عندي اقول لها المايكروفون السعوي. بيسموه كندنسر مايكروفون. وكوندنسر يعني مكسف. كندنسر يعني مكسف. طيب. اول ما اقول مايكروفون سعوي او كندنسر مايكروفون. يبقى الشغل اللي عندي فيه مكسف. يبقى اللي حيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية مكسف. احنا عارفين دايما واساسا وده من عارفينه من سنة اولى ان المكسف عبارة عن لوحين بينهم عازل. لوحين بينهم ايه عازل. اللوحين دول في مسافة بينهم. في مسافة بينهم. وقلنا ان ساعة المكسف افتكر الكلام ده ونوع المادة العزلة اللي بين اللوحين. كويس? اوي. خلي بالك. هناخد بقى اللي احنا نشتغل عليه في المايكروفون السعوي او الكوندنسر مايكروفون. اول واحدة من العوامل اللي بتوقف عليهم سعة المكسف. اللي هي المسافة بين اللوحين. لو اتغيرت المسافة تتغير السعة. ولو اتغيرت السعة تتغير الجهد. طب انا اغير المسافة ازاي? اه. يبقى لازم يكون عندي شوف يعني انا من خلال بس فهمي ببتدي اوصل لجزء جزء داخل المايكروفون نفسه. انا عشان اغير المسافة بين اللوحين. لازم اغير لازم اللوحين دي يتحركوا. او اسبت لوح وخلي لوح تاني يتحرك. طب مين اللي هيحرك اللوح التاني اللي هو متحرك? مين هيحركوا? الصوت. الاشارات الصوتية. فانهو انا كلمته قدام المايكروفون ده. الاشارة الصوتية تحرك اللوح مين? المتحرك. لوح المتحرك. وفي نفس الوقت اللوح السابت زي ما هو. تتغير معايا مين? السعة. ولما تتغير معايا السعة يتغير معايا مين? الجهد. ودي الاساس في تشغيل الكوندنسر مايكروفون او المايكروفون السعوي. هنكمل ان شاء الله باذن الله شرح المايكروفون السعوي بالتفصيل في الحلقة القادمة. بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. والى ان نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله.